بسم الله الرحمن الرحيم رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقصر الصفاء اليوم الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ووافق المجلس على التوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ووجه بالبدء في إعداد تفاصيل الخطة الاستراتيجية لمدينة مكة المكرمة ومكوناتها من البرامج والمبادرات وخطة العمل والشراكات لتنفيذها اعتمد المجلس إنشاء شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير كما اعتمد المجلس أحكام اللائحة المعدلة لمعالجة وضع المناطق العشوائية بمدينة مكة المكرمة استعرض المجلس مقترح حوكمة إدارة المشاريع وأعمال التشغيل في المسجد الحرام ومقترح حوكمة منظومة قطاع النقل والطرق بالإضافة لمقترح إنشاء صناديقة وقفية خاصة بمدينة مكة المكرمة